أستاذ محمد آمط لله عندها سمنة زي ما أنا قلت في الحلقة السابقة إحنا نتكلم بالتفصيل عن دور النباتات الطبية في علاج السمنة للتالي ليه أنا بقول هذا الكلام؟ لأن إنت ما بتيجي تعالج السمنة أو أستاذ محمد انت من الأول؟ يعني إيه؟ إنت عندك واحد من النباتات الطبية اللي بمنع المتصاص الدهون زي كشور القطونة يبقى أنا و أحد من الناس لو باكل أكل دسم كتير يبقى المناسب ليه كشور القطونة عندك واحد من النباتات الطبية زي السان جونس وورد أو بقلة القديس يوحنة هذا النبات بيعمل على سد الشهية للطعام فبالتالي أنا لو الشهية بتاعتني مفتوحة على الأكل بيستخدم السان جونس وورد عند واحد من النباتات الطبية اللي بيقلل من حركة المعدة وبيزود من حركة الأمعاء وبالتالي بيأثر على الشهية هو نبات راويند فبالتالي بيخصص وبيعالج الكبد الدوني وانا أفط حلقات بالكامل عن دور نبات رويند في علاج الكثير من الأمراض ومن الأدوية الطبيعية الجليلة عندك واحد من النباتات الطبية المديرة للبول زي بزور الكرفس زي بزور البقدونس زي بزور الشبت وانا بقوله بزور يا أستاذ محمد مش الشبت مش البقدونس لأن المادة الفعالة اللي موجودة في بزور البقدونس وبزور الشبت أضعاف بكتير جدا 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 من اللي موجودة في الشبت نفسه أو البقدونس نفسه عندك واحد من النباتات الطبية المخفضة للسكر لو أنت عندك مقاومة إنسولين ومقاومة الإنسولين هي أو بتعالج مقاومة الإنسولين بتخفض السكر بتعالج مقاومة الإنسولين لو مقاومة الإنسولين هي السباف السمنة زي ما بحصل للمرأة اللي بيبقى عندها البيس أو أو تكيوسات المبادر فهي مين؟ عندك واحد من النباتات الطبية اللي بتكون بديل للسكر فبالتالي تقدر اللي أنت تاخد الأكل بتوازن عندك واحد من النباتات الطبية اللي بتشتغل على انزيم اسم الأميلز فبتمنع هضم النشويات يعني إحنا عندنا من النباتات الطبية اللي إنت ممكن تأكل المكارونا أو ممكن تأكل الرز أو ممكن تأكل العيش بدون للعيش ولا المكارونا ولا النشويات تنتص ولا تتهضم وبالتالي أنا مزيتش في الوزن فالأول عاوزين نعرف من المرضة وإحنا نشرح بالتفصيل فيه من النباتات الطبية أيضا ما يستخدم خارجيا لعلاج السمنة يعني أنا عجبني جدا يا دكتور أنت بتقول لأمات الله أنت مين في دول عشان أقدر أديكي النبات الطبي اللي ممكن يتوقف السمنة يمكن بنقول للناس بشرة يعني وداعا للرجيم القاسي وداعا لعملات شفط الضهون هناك نعرف إيه سبب السمنة ونبدأ نديها من ضمن الأدواء الطبيعية اللي بتستخدم لعلاج السمنة موضعيا وهي تنافس الميز السربي على فكرة أسمى أن الميز السربي طبيعي يعني حقن الميز السربي بيستخدمه فيه بعض المواد الطبيعي ولكن حقن الميز السربي لا يمكن أن يقارن بالنتيجة إطلاقا بسم النحل ثم من النحل فيه مادة فعالة اسمها ميليتن وفيه مادة فعالة تانية اسمها الفوسفولايبيز إي تو الفوسفولايبيز إي تو والميليتن الميليتن أيضا بنشط الفوسفولايبيز إي تو هذه المواد بتعمل على إزابة الدهون تاني أنا بقول إزابة الدهون وليس حرق الدهون بالمناسبة عندنا واحد من النباتات الطبية اللي بتزود حرق الدهون زي الجرينتي زي نبات اللرينج زي نبات الجنجر نبات الزنجبيل هذه النباتات الطبية بتزود حرق الدهون معدل حرق الدهون إن شاء الله بالتفصيل هنفت حلقات في قناة الناس عن دور النباتات الطبية لعلاج السمنة بما مزبت علميا عنها بما يتناسب مع كل مريضة والستاذ محمد عشان خاطر إما أنت تحب تنزل في الوزن استخدم النبات الطب الأصلح ليك اللي ما يعمل لكش مشاكل وفي نفس الوقت يعمل لك تخفيض في الوزن